الموضوع زريط قوي عن النسيان طبعا كل الناس بتسأل انا بنسى انا بافتكرش انا كبرت انا شكلي دخل على الزهايمر انا شكلي عيان انا شكلي عندي حاجة وحشة مرض الزهايمر مرض انتيت كبيرة قوي في الطب ومرض عظيم وده مش موضوعنا الوقتي احنا بس هنتكلم عن حاجة بسيطة وهي النسيان اللي بيحصل لنا كلنا دون وجود مرض الزهايمر طيب مبدئيا هي ايه اصلا الزكرة الزكرة هي عبارة عن عملية حفز تجارب وتخزينها واستعادتها وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتعلم يعني من خلال التعلم بنحصل على المعرفة ومن خلال الزكرة المعرفة دي بتبقى متوفرة لنا ان احنا نرجع لها في اي وقت في انواع مختلفة من الزكرة في زكرة مؤقتة وهي قصيرة الامد وفي مخزن فيها المعلومات لفترة قليلة جدا من اول ملي ثانية لحد بضع دقائق اللي هي يدوبك افتكر رقم لسه سمعه حالا وفي زكرة طويلة الامد دي اللي بتدوم فترة اطول قد تكون للسنين وممكن تقعد معنا طول العمر ودي طبعا محتاجة مجهود عشان نبنيها مش مجرد ان انا اقرأ حاجة افتكر طب هل النسيان او فقدان الزكرة ملحلة طبيعية معنا؟ طبعا مع السن بيبقى في بعض التغيرات الادراكية بتخفض سرعة تلقي المعلومات وتخزنها مع مرور الوقت وبرضو بتنخفض نية تذكر الاسماء والارقام والاماكن المشهورة بيبدأ العين يبقى فاكر القديم قوي المتخزن وميقدرش ياخد حاجات جديدة زي كده ديسك حضرك مليته وبالتالي ما عادش قابل ان هو ياخد جديد طب ازاي نقدر نحسن الزكرة هو ده اللي ان شاء الله هنتكلم عنه في الحلقة بتاعتنا دي الزكرة بتاعتنا متفاوضة يعني مش كلنا بنفتكر زي بعض لا فيه ناس زكرتها عالية وتقدر تحفظ ما شاء الله وفيه ناس زكرتها قليلة لا دماري ولا دماري هو كل واحد فينا عنده تفاوت في زكرته ويقدر يفتكر اكتر مبتاني او اقلي نمرة اثنين فيه ناس عندها زكرة لحاجات معينة فيه ناس عندها زكرة الارقام فيه ناس عندها زكرة للمشاهد فيه ناس عندها زكرة للاحداث مش زينا او زي بعض فيه ناس تفتكر يقولك لا انت في يوم كذا خدت مني خمسة جنيه وعملنا كذا وجدنا وتسوينا دي القدرات متفاوتة كل واحد غير التالي نمرة اثنين طبعا من اهمل اسباب التوتر والقلق التوتر والقلق ده مشكلة بديرة جدا نمرة ثلاثة النوم المتخطع النوم المتخطع من الاسباب الرهيب عملك ما تبقى زكرتك كويسة وانت نومك متخطع نمرة ربعة التدخين ثم التدخين ثم تدخين ثم التدخين ثم تدخين التدخين مصيبة يعمل حدا صلبات في الشرايينعم التغيرات حتى التغيرات في الزكرة بتؤثر على الذكرة ودي أدوية ندرة وليلة يعني ومعظمها أدوية بتشتغل على المخ وبتعلق أمراض نفسية والتالي إن شاء الله مش كلنا بناخد الحجم نمرة سبعة ضعف التغذية التغذية الغير منضبطة لأن ما فيهاش بيتامينات ما فيهاش خضروات ما فيهاش فواكه ما فيهاش فروتينات لازم تؤدي إلى نقص في الذكرة نمرة ثمانية وجود طبعا نقص حديد وده شهير جدا عند السكتات وحالات الأنيميا الشديدة وحالات الأنيميا الغير المتعالجة بيحم المشاكل لقصة اللي بقى أنمرة تسعة يمكن مرض نقص إفراز هرمون الغدة الدراقية وده كنا اتكلمنا عنده حلقة لوحده وقلنا أنه هو يجب أن يعالج حتى أحياناً فيه عينين بيتشخصه أل زخيم وهم كل القصة هجوث هيروي بس عندهم نقص إفراز هرمون الغدة الدراقية مجرد ما يتعالج اللي عيني يبقى كويس جدا 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 الحلول لا نريد أن نصفيد فيه الأسباب، نريد أن نبدأ الحلول الحلول أول شيء لا يوجد كلام يبين سهد ولكن والله يجربه ستشاهده الرياضة الرياضة محتاجين على الأقل ربع ساعة يومياً ماشي رجالة بجد ماشي خط ستريت اللي هو الماشي اللي تعرق فيه أقل من كده ده مصموش رياضة، ماشي السنكحة ده مصموش رياضة نمرة 2 لازم البن قدم يشغل مخه على طول شغل مخك، ما توقفش مخك ذاكر لولادك، حاول تذاكر لأحفادك حاول أن تحل كلمات متقطعة، تلعب سدوكك حاول أن تبقعد في سوبر ماركت حاول أن تتوقف عن حفظ القرآن، حافظ القرآن يحفظك، وليس حتكلم في الجانب الشارعي فيه، ولكن حتكلم عن حفظ القرآن بيشغل مخك، تلاقي حفظ القرآن بيموته تمامين سنة، وتسعين سنة، وخوه مشغال زي الفن نمرة 3 نظم حياتك، وحد أماكن وضعك للحاجات، نظم حياتك يعني أنا بحط دائماً الحاجات الفلانية في الحتة الفلانية، تحاولش تغيرها بعمل سستم اليوم الفلاني في حياتي، ما تحاولش تغيرها بروح كذا، وبعدين أجي كذا، وبعدين أعمل كذا، ما تحاولش تغيرها خليك منظم، بحيث أن في النهاية كل تصرفاتك تكون منضبطة ومنتظمة نائم كوائزين، لازم تنام عدد 6 ساعات ليلاً اما تقلق عن القلق والتوتر؟ هاول تقلق عن التوتر؟ بحكم لماذا تصل للتوتر؟ التدخين، اقلق عن التدخين، سواء سجاعر أو أي شimporte، اقلق عن التدخين لازم تقلق عن التدخين بعد كده لو فيه امراض زي ضغط سكر غدة درقية كل ده يتعالج وينضبط ويتحسن يتعالج وينضبط ويتحسن لازم مش معنى ان انت بتاخد عليك سكر ان انت منضبط مش معنى انت بتاخد عليك سكر غدة درقية ان انت مصبوط لا خالص ممكن يكون كل دول وحشين وحضرتك بس تاخد علاج وخلاص اعمل الحاجة او ما افتكرة تحاولش تساور تقول لما افتكرة لما اعمل مش هيحصل اعمل نوتة صغيرة كده مكتوب فيها هعمل واحد اثنين ثلاثة يعني فيه ناس بيامعها نوتة البنوك دي اللي بتتوزبع علينا دي مش معمولة عشان حررتك تذكر فيها بس لا معمولة عشان اكتب فيها ان يوم كذا هعمل كذا ويوم كذا هعمل كذا انا لما تلاقيت جدوى المحاضرات بتاعي بازو والشغل والعيادات وباتبانس امع رايح فين فيه برنامج اسمه تو دو لست على الابتكيشن على الموبايل اعمل عليه ويجئت جايب احط تو دو لست بتاعي بتاعي الاسبوع تلاقيت البرنامج صوت تلاقيت ان كل حاجة انا عطيتها في نفس الوقت فلا اعمل تو دو لست سواء على الموبايل او سواء في المذكرة او الاجندة دي بحيث ان شهر كذا او اعمل كذا فيش اي مشكلة فيش اي مشكلة متعلق اتفتكر صعبة قوي 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 اوكي حاجز اختم بس بالبعد عن القلق ابعد عن القلق ازاي موضوع مستعب اول حاجة فكر في ربنا ده القلق بذكر الله تطمئن القلوب اذكر ربنا ذكر بقى بالتسبيح ذكر بالقرآن ذكر بالتفكر انه من انت تفتكن في ربنا وجود ربنا في حياتك هيخليك مش حسب القلق هيخليك ساعة الخير بتشكر ساعة الشر بتصبر في الحالتين انت كذبان صح في الحالتين انت كذبان هيخليك مش خايف ان في حد ضغط عليك من برا هو اللي بيرزقك وحياتك في ايده حاول ان انت تصول كتير حاول ان انت تقعد مع ناس تذكر ربنا حاول ان انت تبقى معندكش بغاء لحد ولا مستني الخير من حد هو انت كده كده حياتك في ايدين ربنا وبالتاني ما عندكش اي حاجة تخسرها اوكي كتر من عادتك مع ولادك كتر من زرادتك العائلية كتر من مصلحة الناس حاول ان تقضي مصالح الناس حتلاقي ربنا حافظ على ذاكرتك ومحصل لكش اي مشاكل اعلى عجالة كده انا ساعدت جدا باللقائكم وارجو ان اكون قد افدتكم ساعدت جدا باللقائكم وارجو ان اكون قد افدتكم ومحبكم دكتور اسم ابو طالب وانا لقاء في حلقة اخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة